بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسر رسوله بالحدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كان المشركون والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الإخوة الكرام يا أيها الأحباب قال صلى الله عليه وسلم لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل هذا الدين وأنا أقفوا الآن هنا وأنتم ترون كانوا من قلعة صلاح الدين العيون أنا في أفتري اسمي صلاح الدين إن شاء الله الألماني وماذا أريد أن أقول لكم نحن مسلمون كلما نسمع عن هذه القصص عن صلاح الدين أيوبي وصيف الدين قدس أو تارك بن زياد أو محمد الفاتح نحن نفتخر بهم ولكن مع الأسف شديد نحن نتكلم كثيرا كأن هذا الوقت قد فاته ونحن الآن كأننا الآن دعفاء وهذا يريد الشيطان الشيطان هو يريد أننا نشعر كأننا دعفاء ولا نستطيع أن نغير شيء وهذه الفكرة خاطعة جدا لأن الله يقول إن تنصر الله ينصر وآية أخرى ولذلك أنا أقول لكم يا أيها الشاب المسلم لا تنتظر حتى تأتي صلاح الدين الثاني بل كن أنت صلاح الدين الثاني اجتهد أنت لا تستخف نفسك الحمد لله عندك من ينصر الله يقول الله تعالى لينصرنا الله من ينصر إن الله لا قوي عزيز ويقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولكن ما هي التاريخ حتى تكون مثل صلاح الدين التاريخ أنك تعين الهدف ماذا أريد أنا أريد مصرة الإسلام ثم أنت تخطط التاريخ إلى هذا النجاح طالب العلم ومثل هذا المؤمنين ثم تصبر على هذا الطريق لأن كل إنسان ناجح في أي مجال كان هكذا عين الهدف ثم فكر كيف أصل لهذا الهدف ثم السبر ولذلك نقول ما هو تاريخ إلى النجاح التاريخ إلى النجاح أننا نرجو إلى الكتاب والصنع ونستمسك بما كان عليه السلف الصالح وإذا استمسكنا بما كان عليه فأحرف بالله إننا لمنصرون لذلك أقول لكم مرة أخرى يا أيها الشاب مهما كان اسمك فؤات أو أحمد أو محمد أو محمود أو أي اسم كن أنت سلح الدين هذا العصر كن أنت محمد الفاتح هذا العصر وشزاكم الله خيرا سبحانك لهم وبحمدك شروع لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك